المسئولية دي المهمة بقى تعرف كشباب وتتعرفوا كبنات مقبلين على الزواج ان فيه أدوار ومهم جديدة جاية عليكم بعد الزواج اه مسئولية مش حب بقى وقلوب ومش عارفوا ايه بقى والحب والعشاء تمام تمام بس مش كل الدنيا كده مش كل اللي بينكم حب وشغل لا فيه أفعال فيه مسئولية وفيه حاجات جاية فيه بيت مشترك بينكم كزوج وزوجة فيه أولاد ومصاريف واحتياجات عاطفية وهي كمان لازم تعرف ده مش كل دلع وبس وحب وبس وبتاع لا فيه حسن تباعل فيه حق للزوج وفيه حق للزوجة من باب كلكم راعي وكلكم مسئولة عنها فكل واحد يعرف إيه لو وإيه اللي علي مثلا لو حصلت ضائقة مالية أو عادة سمعوا يا بنات أرجوكي ويا شباب لو حصل ضائقة مالية أو عادة يعني العريس بيخش مديون خلينا يعني بيخش مديون هاسترف في زي أول سنتين زواج لسد الديون مش مطالب منها تسجد لكن مطالب من ايه هي كزوجة ممكن تسعز اه في تقليل الرفاهيات أو نقرص الكلام أو مجرد دعم للزوج بالدعاء مجرد بس طم أنتوا بالله سبحانه وتخافش إن شاء الله ربنا يعينك بإذن الله طب تعال نقول بس الأسكار بتاعت الصباح والمساء هو كده ما تبقاش عب عبر راحة عليها بالله عليكم عشان نقضي مهمتين فمش عايز أن أنا أعدي أي حاج فبالراحة معي أما أتكلم مثلا على إن لا مجرد دعم تذكر أسكار الصباح والمساء طب الدعاء اللي يسد عنك الدين للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسك في هذا الوقت للصحاب قال له فما زلت ألزمها حتى قاد الله عامي دي مش مطالب إن الزوجة تسد الدين ولكن مطالب دعم مطالب ما تجيبش رفعات لأ إيه ده المشكلة ما تروح تجيب لي معرفش منين أو عليه مثلا إحذري مثلا يا دي الزوجة الحديثة العهد بزواج من خزلان زوجك في مواقف المسؤولية المالية دي تمام أنت مش مطالب منك تتصرفي في الفلوس أو تسد عنه لكن مطالب منك مساعدته أو دعمه معنويا وماديا ولو بالقليل أو بتقليل الرفاهيات ما تنكدش عليه بقى مقارنات بقى وبص شوف مش عارفة مين وقسرة مين وبيوت مين وناس مين وبانتخالتك مين غلط وشوف دول جابه إيه ودول عمله إيه زوجاته موعد ننقرز يوم ونحرق في كلام ولا شوف زواجه ما عملينه وخصوصا إنه مش بخير بس مديون وعليق صات ودي معظم الشباب على فكرة لي مين دول فوصيتي ليك يدي العروسة والزوجة الجديدة إنك تكون يعاون له بالدعاء وتذكري بالله الله الرازق الرزاق أو لقش النبع السلام قال أنك حيريد حقا على الله أن يعينه ربنا خزن فهيغنيك ربنا يعينه أنا جنبك ما تقلقش على الأقل ده لكن مش هينسلك دي أبدا أبدا عمره ما ينسلك الأمر ده